بناء على معلومات مؤكدة تحصل علي أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بجيجل مفادوى عزم أحد الأشخاص ينحدر من بلدية الميلية ولاية جيجل على نقل كمية معتبرة من السجائر بمختلف أنواعه وكذا مادة الشمة مقلدة استغلالا لهذه المعلومة وتنفيذ المخطط قائد المجموعة المتعلق بمكافحة الإجران بأنواعه تم توقفه بعد وضع خطة محكمة على مستوى بلدية طاهر وبعد تفتيشه تم العثور بالصندوق الخلف للسيارة على كمية معتبرة من مادة التبق بمختلف أنواعه مواصلة للتحقيق وبالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية جيجل تم التفتيش المستودعات الخاصة بالمشابة فيه أين تم حز ما يلي 149.170 علبة سجائر محلية 16.140 علبة سجائر أجنبية 52.550 كيس من مادة الشمة 64.600 وحدة من أوراق الماسة 2000 وحدة من مادة المعسل و3.180 من الفحم من قصب المعسل القيمة المالية للمحجوزات تقدر بـ 3.566 مليون تم توقيف المشتابة فيه ورفع ضده جريمة حيازة ونقل مادة التبق دون سند قانوني التهريب الضريبي ممارسة نشاط تجاري قار دون تسجيل في السجيل التجاري عدم الفطرة حيازة بضعة أجنبية بدون سند قانوني النصب والاحتيال وبعد استكمال كافة إجارات القانونية سيتم تقديمه أمام سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهر